موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من المدار نتابع فيها الميليشيات تستهين بمطالب المعلمين وترد على حملات المرتبات بحملات مضادة موسيقى الأمم المتحدة تنجح في الإفراج عن موظفيها ومنظماتها تخفق في القيام بدورها لحماية المدنيين موسيقى الكهرباء في اليمن الأسوأ خدمة والأغلى سعران موسيقى موسيقى الواقعة تحت سيطرتها بتوجيه مدير المناطق والمدارس بالعمل بجدول الطوارئ لكسر الإضراب وهو ما ينذر بكارثة تعليمية كبرى للطلاب في المدارس الحكومية المزيد في سياق تقرير الزميل عبدالله الوادي لا لإهانة المعلم لا للسياسة التجوية شعار رفعه المعلمون وتمسكوا به رغم التهديدات الحوثية المستمرة والمساعي لكسر الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وبالإضافة للتهديدات الحوثية بالحبس والفصل والخطف للمعلمين ردا على الإضراب كشف نادي المعلمين أن قيادات حوثية عمدت للاتصال بعائلات المدرسين لتخويفهم وترهيبهم لإجبارهم على إنهاء الإضراب وصفا المحاولات الحوثية عبر الضغط على الأقارب بأنها سابقة لم تحصل على مر التاريخ من أي سلطة تأتي المحاولات الحوثية بعد فشل سلسلة من الإجراءات الحوثية بإنهاء الإضراب أو احتوائه والحد منه كما أنها تأتي لتذكر بنظام الرهائن التي كانت الإمامة الإجرامية تعمد إليه بخطف أطفال الشخصيات التي تخشى تحركاتها وتزامنا مع الإضراب طالب المركز الأمريكي بإنصاف المعلمين وإنها كافة مظاهر المعاناة التي طالتهم وقف الانتهاكات بحقهم وإعادة الاعتبار للكادر التربوي في اليمن ولمكانتهم ومهنتهم عن كل ما تعرضوا له من تعصفات وانتهاكات وصار في رواتبهم دون انتقاص ودع المجتمع الدولي للتدخل للإنصاف المعلمين اليمنيين وإزالة كل ما طالهم من انتهاكات وإعادة الاعتبار للعملية التعليمية وإنهاء كافة الاعتداءات عليها وتأهيل المشاة التعليمية وإلقاء القرارات الطائفية من المناهج الدراسية وتقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للتعليم في اليمن لإعادته لمواكبة العصرة وتجاوز كل تأثيرات وانتهاكات الحرب التي طالت العملية التعليمية وفيما تتوسع حملات المطالبة بصرف المرتبات وعلى رأسها مرتبات المعلمين المنقطعة منذ ثمان سنوات تصر العصابة الحثية على التنصل من واجباتها وسوق الأعذار الفاضحة لتبرير فشلها في إدارة الأزمات المعيشية المتعاظمة والتغطية على نهبها لإرادة الدولة بدلا من تحمل مسؤوليتها اتجاه المواطنين كعادتها في الاستخفاف بالغضب الشعبي وبدلا عن الاستجابة لإضراب المعلمين ردت الميليشيا الحوثية على حملات صرف المرتبات بإطلاق هاشتاغات وحملات مضادة على مواقع التواصل بعنوان نقلوا البنك فانقطع الراتب وهاشتاغ مرتباتنا من نفطنا وغازنا ودعى منظموها إلى المشاركة الواسعة لفضح ما أسموه قوى العدوان وقيامها بنقل البنك المركزي إلى عدن وقطع الراتب ونهب النفط والغاز فيما خرج قائد الميليشيا الإرهابية بكلمة تضليلية ألقاها خلال مناسبة طائفية في محاولة لاستعطاف المضربين وتخفيف الغضب المتصاعد بسبب انقطاع المرتبات لثمان سنوات مكررا استوانته المشروخة بتحميل التحالف مسؤولية صرفها مكتفيا بالقول إن الواقع يتطلب تغييرات جذرية في إشارة إلى نياته تصفية كل قياداته لفشلها في إسكاة الأصوات المطالبة بالمرتبات خطاب استفزازي لم يأتي بجديد يطمئن مسلوبي المرتبات بقدر ما أكد أن عصابته لا تنوي الاستجابة للإضراب مفضلا الحديث عن الحرب والمعارك والثارات وخلافات الماضي وتكرار تهديداته لدول التحالف بشأن الإنخراط في مفاوضات سلام شاملة ووقف كامل للحرب والحصار تهديدات تهريجية وحملات محمومة أثارت سخرية عارمة حيث وصفها مواطنون بأنها مجرد ضحك على الضقون وعن تريات كلامية تستخدمها الميليشيا للاستهلاك الداخل فقط وتعمية العيون عن إرادة دولة تنهبها دون ذرة حياة وفساد حوثي لا يحاسبه أحد متجاهلة معاناة آلاف الأسر التي دفع بها الفقر إلى الأكل من مقالب القمامة ومخلفات موائد المشرفين يأتي التنصر الحوثي فيما يدخل إضراب المعلمين أسبوعه الرابع للمطالبة بالمرتبات محذرين من أي التفاف على مطالبهم أو تقديم حوافز خادعة لكسر الإضراب وإطفاء الغضب المتصاعد ضد فساد الميليشيا ويعد أول إضراب يحقق استجابة واسعة بنسبة 95% منذ إيقاف هذه المرتبات عام 2016 حيث ظلت تلجأ إلى تجاهل الإضرابات وتقسيم الكيانات النقابية الداعية لها واستخدام القوة الغاشمة لفض المظاهرات لتنتهي بعد ذلك إلى الفشل وكانت الميليشيا الإرهابية السارعة لصرف حافز مخجل بمبلغ 30 ألف ريال ودعت عبر سلسلة من التعميمات إلى العودة للتدريس حتى لا يتم قطع الحافز عن المضربين وقامت بمنع التوقيع على حافظة الدوام وتعرض معلمون لتهديدات واستدعاءات أمنية واعتقال أمين عام نادي المعلمين واستعانت بطلاب الشهادة الأساسية والثانوية لتغطية المدارس غير أنها صدمت بضخامة الاحتياج التعليمي في المدن والأرياف كما قدمت مبادرات مخجلة تقضي بدوام المدرسين الرسميين ليومين في الأسبوع وأرسلت مدراء المناطق إلى المدارس لاستعطاف المعلمين ليصبروا حتى يتكرم الحوثي بحل مشكلتهم غير أن كل محاولاتها قوبلت برفض مطلق والإصرار على صرف المرتبات كاملة والكشف عن مصير الإرادات الضخمة لصندوق دعم المعلمين التي تبتلعها الميليشيا ولم ينل المعلم منها فلسا واحدا كشف أعضاء في مجلس نواب الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية عن الإرادات المهولة التي تتحصل عليها الميليشيا بينما يتم حرمان الموظفين من حقوقهم وصرف مرتبتهم طفح الكيل بسياسة تجويع الحوثية التي تنتهجها في مناطق صدوتها تجويع وفقر فح غضبه ليشتاز المؤسسات التربوية والتعليمية إلى باقي المؤسسات حتى وصل إلى قبة البلامان الواقع تحت سيطرة الميليشيا القادمة من الكهف تعالت الأصوات هذه المرة تنددا بحالة التهديد التي تفرضها الميليشيا لمن يطالب بالمرتبات تحت ذريعة التشفي والصمود صمود مفروض على الشعب وليس على قادتها ومشرفيها الذين يتحصلون مرتبات من الشهرية دون الاكتراث لحالة الجوع التي وصل إليها الموظفون في مناطق صدوتهم أريد أن أسأل الوزير هل أنت تستلم راتب؟ بأي حق؟ لأنك تعمل؟ ما المعلم يعمل؟ والموظف يعمل؟ ويعمل قسراً؟ ويمتز بسنوات خدمته؟ ويفصل إذا لم يعمل؟ لماذا أنت تستلم مرتب والموظف لا يستلم؟ لماذا أنت تستلم مرتب والمعلم لا يستلم؟ مشغل مرتب مرتبات وكل شيء من بدلات ونثريات وحوافز وغيرها غضب شعبي لحالة الفقر والفاقة بسبب عدم صرف المرتبات أمام إراداتهم ومبارغ ضخمة تنهابها الميليشيا وتذهب لجوب قادتها ولأهدافها التدميرية البرلماني عزم صلاح في جسد البرلماني بصنعاه وقبله حاشد والقاضي وبشر وغيره من البرلمانيين الذين ضاقوا ذرعا بفساد نهب الميليشيا فضح الميليشيا بأرقام مهولة تتحصل عليها من الإرادات المختلفة بفرض رسوم مستحدثة ومبالغ فيها بينما يحرم الموظفون في مناطق صدوتها من حق في المرتبات التي كفيلها لهم القانون والدستور هل يعقل أن المواضن كان يشتري الكروكي في مصلحة الأراضي بسبعمائة ريال والآن يشتري بخمسة وعشرين ألف ريال وتقولوا لي ما بش إرادات كنا نعرف أن الحكومة عندما أنزلت وأعلنت مناقصات الجيل الرابع الفورجي أنها أتاحت للجميع من يريد من الشركات أخذ هذا الامتياز علي أن يسلم إلى الخزينة العامة 350 مليون دولار يعني أنها حصلت مليار و200 مليون دولار أين هذا المليار والمئتين الدولار الراتب ليس شيئا يمكن التنازل عنه فهو رغيف خبز وحبة دواء ومأوى وعيش كريم وتشهد الساحة الحوثية حالة من التخبط خوف من غليان الغضب الشعبي وتطور حالة الإضراب الاحتجاج وكسر حاجز الخوف لدى العامة باعتبار أن تحطيم هذه الحواجز بداية النهاية لصدوة الحوثي الذي حاول زرع الخوف في نفوس المواطنين بالتهديد والسجن والحرمان تتعمد ميليشيا الحوثي إذلال أبناء القبائل الذين اختلفوا معها بعد وقوفهم إلى جانبها من خلال حمالات مدهمة واقتحامات لمنازلهم وترويع أطفالهم ونسائهم في سلوك بات دايدانها وكان آخرها اقتحام منزل مواطن في بني حشيش بمحافظة صنعاء ومديرية الشرية بمحافظة البيضاء الاقتحام المداهمة الترويع مفردات لم توجد إلا في قاموس ميليشيا الحوثي الذي يعد سلوكها المشين منذ أن غرست في الجسد اليمني كالسرطان فالجماعة تستبيح الحرمات ولا تراعي حرمة البيوت ولا حرمة المرأة ولا حرمة الطفل فها هي تفتح صفحة جديدة من الإرهاب وتطلق كلابها المسعورة لاختحام منازل المناوئين لها أو من يختلف معها كان آخرها مهاجمة منزل المواطن محمد عبدالله مظهر في بني حشيش بمحافظة صنعاء الاقتحام صاحب اعتداء غاشم بالضرب والاستهداف لكل من وقف في طريق عناصره أمام الأطفال والنساء وأهالي القرية بصورة همجية وعلى الرغم من أن مديرية بني حشيش قدمت مئات المغرر بهم من فلذات أكبادها لقتال في صفوف الميليشيا القادمة من الكهوف ودفعها للإتاوات الباهضة من مزارعها الدانية بالأعناب لدعمها في عدوانها على اليمنين إلا أن كل ذلك لم يشفع لها أو يوقف بطشها وإرهابها وتعاملها العدواني معها لم يقتصر الحال على بني حشيش فقط الاعتداء والمداهمة تكررت في قرية عبس بمديرة الشرية محافظة البيضاء مصادر محلية كشفت أن قيادات حوثية تذكي الخلافات بين القبائل بدعمها وانحيازها لطرف ضد الآخر وهو ما يجد من حدة الاقتتال بين القبائل ويتسبب في سقوض ضحايا وجرحة وهي تقف موقف المتفرج بهدف إغراق الكثير من القبائل في مناطق صدواتها في فوضى الاحتراب القبلي وإشغالهم عن المطالبة بحقوقهم المنهوبة والوقوف بصلابة أمام التجاوزات الحوثية في ظل التهديئة القائمة في الجبهات يأتي هذا الاستهداب بالتزاون مع حملة بسط واستيلاء حوثية واسعة على أراضي ومزارع المواطنين في مديريات حزام صنعاء بمزاعم ملكيتها لجمعيات سكنية والتي تندرج ضمن مخططها لتغيير تركيبة السكانية عبر تهجير وتشريد أبناء تلك المناطق وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة الحكومة الشرعية جددت التحذير من المساعر الحوثية لأحداث تغيير ديمغرافي في العاصمة صنعاء وضواحيها التي ظلت حاضنة لجميع مكونات وأطياف المجتمع وإنشاء حزام طائفي يدين لها بالولاء ويؤمن بأفكارها المستوردة من إيران وهو ما يشكل خطورة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيام التعيش والتنوع والتعدد بين اليمنين في شبوى نساء وأطفال ومسنون أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح من مواطنهم الأصلية هربا من مخاطر المواجهات فوقعوا في جحيم آخر حيث لم يجدوا في شبوى مخيمات لإيواء النزحين فاضطروا مجبرين للسكن والعيش داخل المباني المتهالكة والخرابات يتجرعون فيها حياة إنسانية قاسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى المزيد في سياق هذا التقرير عائلات النازحات تبيت داخل هذه المباني المتهالكة بعد أن ضاقت بها سبل وذلك كان نتيجة حتمية في بلد يعيش ظروف الحرب الظالمة منذ تسع سنوات هذه المباني مجرد خرابات مفتوحة لا تقيهم من حر الصيف ولا من برد الشتاء ولا تحميهم اللفحات الرياح ولا من عواصف الأمطار بقدر ما يعيش هؤلاء حياة محفوفة بالأخطار إذا ما أنهارت الجدران على رؤوسهم أو نالت من بعضهم لدغات الأفاعي والثعابين المنتشرة حول المكان هؤلاء النسوة والأطفال منذ أن نزحوا من مواطنهم الأصلية نتيجة الحرب وأستقروا داخل أطلال مدرسة الشعلة الطينية في مديرية عسيلان يصارعون الجوع والفقر والمرض لإفتقادهم أبسط أساسيات العيش ورغم المثال الإنسانية التي يرزح تحت وطتها هؤلاء البشر إذ لم تعطى لهم الأولوية والأحقية فالحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية لإنتشال أوضاعهم المؤلمة حيث يؤكدون أنهم يواجهون التهميش والإقصاء والحرمان والنسيان جوع في النقوب ولا معانا أي حاجة ولا يجينا شيء لا ماء لا قز لا مخيم لا كهرب ولا أي حاجة نحن بالريح والشمس ولا معانا شطفالنا أكثر من الواحد ما أكثر من عشر النفر وما معانا شيء في النقوب ذهبنا جوع عيالنا ذهبو جوع بين الريح والشموس لعل لجوء الكثير من النازحين إلى المباني المهجورة والخرابات واتخاذ منها مساكن يعود إلى عدم وجود مخيمات لإيواء النازحين على طول وعرض محافظة شبوة في ظل تقاعس وإهمال وتجاهل المعنيين في الجهات الرسمية وإدارة الوحدة التنفيذية للنازحين التي لم نرى لها أي عمل ملموس داخل المحافظة زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة يعاني النازحون في شمال حجة أوضاع المعيشية المأساوية في ظل عدم توفر مأوى آمن يقاوم تقلبات الطقس مع غياب المساعدات الإنسانية الداعمة لهم بين الأطلال يبحث الأطفال عما تبقى من شيء صالح لإعادة ترميم منزلهم الذي انهار بعد أن أظهرت الأمطار والرياح هشاشة النازحون في شمال حجة يعيشون في منازل من القش والطرابيل المهترئة يواجهون الصيف وحرارته والشتاء وصقيعة وغزارة الأمطار وما تخلفه من المعاناة منازل البعض منهم غرقت وكأنها داخل بحيرة والبعض جرفتها السيول فيما أخرى لا زالت أجزاء منها صامدة يستضل أهلها تحت ما تبقى منها نزوح على مدار سنوات لمناطق عدة هربا من سعير الحرب التي أتت على الأخضر واليابس حتى استقر بهم الحال هنا ليواجهوا حربا من نوع آخر حرب المأوى والفقر الآن ناس وضعهم صعب في خيام وخيام مشططة يعني مقطعة لا تقويهم من حرارة شمس ولا من مطر ولا من ريح وبعضهم في الأراء موجودين أمامكم الآن في الأراء بيوتهم راحت بسبب الأرياح والأمطار وهم نازحون وليس للمرة الأولى بل أكثر من ثلاث مرات أو أربع مرات داخل المديرية نفسها نزحم المخازن إلى الجعدة من الجعدة إلى بنا حسن ورجعنا لها لمكتده وبعدها صلنا هنا كطعنا من الغابات حطينا بينها البيوت أعطى الريح لهذه الزهر طيحة بعضها البيوت طيحة بعضها كذا عوامل عدة تفاقم معاناة النازحين في شمال حجة تشتد مع تساقط الأمطار وهبوب الرياح على منازل من القش ما يجعلهم عرضة للأمراض خصوصا الأطفال وسط شكوى الافتقار لأي مساعدات إنسانية النازحون يناشدون المنظمات الدولية والمحلية والجهات المعنية ببناء منازل صالحة لتقلبات الطقس الحمد لله نازعي لنا تسع سنة من نزوح من نزوح نزحنا حتى وصلنا عفس ورجعنا وضحنا وساكن هنا في عشاش وقيام وكذا وقعت عاصة عليه نفر البيوت ونفرنا الدنيا وأيام الحمحر ولاحظت أن أحد من ينتبه لنا يبنينا بيوت أو أي حاجة ونعاني لنا يوم تسع سنة من النزوح ونعمل ميدن بناء ميدن من خازن ونريد إن شاء الله أنتنتبه لنا أنتبه لنا الدولة أو أي منظمة أو أي جهة مسؤولة تبنينا بيوت زي من العالم وحالينا مطلوق وقع مطل ودفع علينا موادي تشلم برايني وشلم بلو تشلم وحاولنا معانا كبض ما يجدرنا فيها وحاولنا أتى شمالنا ولمالنا وحاولنا حملنا من هذا هالم حملنا وكاننا موادي هناك ونقلنا من موادي لغالم حياة مذنية يكابدها هؤلاء النازحون شمالي حجة يفتقدون لأبسط مقومات الحياة لا ينظر لحالهم أحد تركوا منازلهم من أجل النجاة بأرواحهم ليكابدوا ظروفا معيشية صعبة وسط حصار حوثي خانق أفقل كواهلهم أعلان الأمم المتحدة للإفراج عن خمسة من موظفيها في اليمن كانوا مختطفين لدى تنظيم القاعدة الإرهابية يأتي فيما لا يزال ألف اليمنيين من المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية الإرهابية يقبعون فيها دون محاكمات أو رعاية محلية أو أممية المزيد في سياق هذا التقرير الأمم المتحدة تعلن على لسان أمينها العام ومنسقها أنها استطاعت أن تفرج عن خمسة من موظفيها في اليمن بجهود أممية وبوساطة محلية الحدث الذي أوجد تفاعلا دوليا ومحليا ووضع الكثير من علامات التعجب حول دور الأمم المتحدة في حماية المختطفين والمعتقلين اليمنيين القابعين في سجون الميليسيا والسجون السرية للتنظيمات الإرهابية منذ سنوات دون أن تحرك الأمم المتحدة وصيدا داخليا أو خارجيا إعلان الأمين العام ومعه منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي عن نجاح الإفراج عن خمسة من موظفي الأمم المتحدة الذين اختطفوا تنظيم القاعدة في أبيان قبل ثمانية عشر شهرا حرك ملف الاختطاف والاعتقال والإخفاء للكثير من من تم تجاهلهم في السجون والمعتقلات السرية للميليشيا وكان النادق الرسمي باسم الأمم المتحدة قال بعد اختطافهم أن موظفي الأمم المتحدة الخمسة أخذوا تحت تهديد السلاح أثناء قيامهم بمهمة رسمية مأساة الاختطاف والاعتقالة في اليمن أصبحت ورقة سياسية تتاجر بها الميليشيات الإرهابية في الحصول على مكاسب على الأرض ويقتصر دور المنظمات المحلية والدولية على التنديد والبيانات الصحفية وأخذ الصورة التذكارية مع الإرهابيين وتتكرر عمليات الاختطاف في اليمن من أجل الحصول على مكاسب سياسية تفاوضية دأوبت عليها التنظيمات الإرهابية فيما يتم الاختطاف أحيانا في صبيل الحصول على مبالغ مالية تندرج أغلبها في حالات من غسيل الأموال نازحة من القضايف حق الحوتي نازحة داني أنا وعيالي نحن نازحين في حيث مننا أكثر من 30 أسرة إن يجدوا أي مأوى ولا يجدوا مكان للنزوح يناجد المنظمات الدولية للسنة التاسعة توالياً والكهرباء في اليمن تمثل القضية الأكثر تعقيداً وتنغيصاً لحياة اليمنيين تدور حولها العديد من علامات الاستفهام أولها من المستفيد من المسؤول عما يحدث وأخرها إلى متى سيبقى الحال على ما هو عليه سواء في المناطق المحررة أو التي ما زالت تحت الصطوة الحوثية في المحافظات المحررة خاصة عدن التي ينقطع فيها التيار الكهربائي على مدى 16 ساعة يومياً لم تنجح كل الجهود في إنهاء معاناة الناس كما يصعب إحصاء من تم تعيينهم مديراً لمؤسسة الكهرباء ومديراً لمكتب المحافظة عشرات الخطط وضعت للقضاء على هذه المشكلة الوحيدة الواحدة لكن دون حل وفي عدن يتكرر مسلسل إطلاق المستشفيات ومؤسسة الكهرباء نفسها نداءات استغاثة لتوفير الوقود ويخرج المواطنون في تظاهرات غاضبة إلى الشوارع رفضاً لترد الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء يحدث أيضاً أن يتم تزويد المحطات بديز المغشوش وتشكيل لجان لحصر الأضرار في المحطات ولجان للتحقيق دون التوصل إلى نتائج أو بالأصح لا يتم الكشف عنها في المناطق الواقعة تحت السطو الحوثية يبدو الوضع أكثر سوءاً وخارجاً عن المألوف والقدرة على الاحتمال إذ شهدت خدمة الطاقة الكهربائية منذ العام 2011 تراجعاً في الأداء نتيجة عوامل تخريبية متعمدة واستمرت في الانحدار واشتكى المواطنون من رفع التسعير لستة ريالات للكيلو واط إلى أن سطت الميليشيا في العام 2014 على مؤسسات الدولة وبرمجتها لحسابها الخاصة بينها مؤسسة الكهرباء التي تعد مصدراً مهماً لجاني الأموال والإنفاق على حروبها في العام 2015 اختفت الكهرباء كخدمة تماماً إذ أنشأت الميليشيا عشرات الشركات الخاصة التي تحتكر عملية توفير الضوء والطاقة بما فيها التي مصدر تيارها المحطات الحكومية لتبيعها للمواطن والمحال والمؤسسات الخاصة بأسعار باهظة ظلت الكهرباء تتلاعب بمعاناة المواطنين واحتياجهم للخدمة هبوطاً وصعوداً إلى أن وصل ثمن الكيلو وات ستمائة ريال ومثلها رسوم اشتراك ترفق أسبوعياً بفاتورة السداد بعد أبريل عام 2022 انخفضت أسعار الوقود قليلاً بفعل الهدنة واضطرت الميليشيا نتيجة انكشاف مبررات نهبها للمواطنين واختلاق الأزمات والسوق السوداء إلى إعلان تسعيرة جديدة تمت على أربع مراحل وبدأت الإلزام بها في أكتوبر الماضي لكن بشكل بطيء ومماطل حتى استقرت التسعير قبل شهر عند 250 ريالاً للكيلو وات يصور إعلام الميليشيا بأن هذا التخفيض دليل على أن قيادته لن تسمح لأصحاب المولدات التجارية بابتزاز واستغلال المواطن وأنها تعمل لتخفيف الأعباء عن كاهله وعند مقارنته بتسعيرة القطاع العام والتجاري في جميع دول العالم يظل الكيلو وات في اليمن الأغلى والأعلى عالمياً وبفارق أرقام صادمة نظمت مؤسسة الأنوار التلموية في لحج مشروع إرادة تكسر إعاقتي المشروع عبارة عن دورة تدريبية في مجال صيانة الجوال ومجال الحاسوب الناطق استهدف فئة ذوي الإعاقة المزيد في هذا التقرير مهنة صيانة الجوال والحاسوب الناطق من أهم المداخل التي تبحر في عوالم ذوي الإحتياجات الخاصة هذه الفئة المهمة داخل المجتمع بما يسهم في تعليمهم وتأهيلهم اليوم ندشن برنامج إرادة تكسر إعاقتي برعاية ودعم مؤسسة سواعد الخير الإنسانية وتنفيذ مؤسسة الأنوار التنموية محافظة لحج طبعاً استهدفنا فئتين فئة المكفوفين وفئة الشلل الدماغي هذه الفئة التي هي مهتاقة أكثر من قيرها ونحن دائماً وقوفنا على جانب هذه الفئة من الأيام الأولى يعني لابد يعني شوف كيف لهذه الفئة أن تكون في كل المقالات يعني شواء كانت الحاسوب أو مقال الجوال أو في كل المقالات زي ناسي يعني شوف كيف فهم ناس زي ناسي شوف كيف ولهم أيضاً طموحات يعني نفس الطموحات التي نحن نتمنىها الدورة التدريبية كانت بعنوان مشروع إرادة تكسر إعاقتي بمشاركة عدد من جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين وفئة ذوي الإعاقة صابر الزبير شاب في مقتبل العمر قدر له أن يكون من ذوي الإحتياجات الخاصة ومع ذلك بقي إصراره على التمييز هدفاً هذا الأمر الذي جعله مدرباً في مجال الحاسوب الناطق ويطمح بتحقيق النجاح هذه الدورة تسهم بقعل الكفيف يتمتع بحرية استخدام الحاسوب والإنترنت كأقرانه من الأشخاص الأسوية ويستطيع أن يبحر في بحر أي من المواقع المفيدة الأمكانية موجودة والعزيمة والهمم تناطح السحاب ولكن المكفوفون بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم حتى يحصلوا على المزيد من التقدم في هذه التقنية الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة من قبل مؤسسة الأنوار التنموية ودمجها في المجتمع ومساعدة المحتاجين من النساء الأرامل وتدريبهم في بهنة الخياطة والبكياج يأتي ذلك من أجل التخفيف بالمعاناتهم تعول المؤسسات التنموية والإنسانية لدمج فئة ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج وخطط تنمية بشرية ما زل الشعب اليمن اليوم لحج يتعرض قصر غمدان الأثري في العاصمة المختطفة صنعاء لخطر الانهيار نتيجة الإهمال الذي تعرض له خلال سنوات حرب الميليشي الحوثية العبثية والأضرار الناجمة عن الأمطار والعوامل الجوية التي ألحقت الضرر بأسوار هذا القصر الأثري القرن الأول الميلادي شاهدا على شموخ قصر غمدان أحد عجائب الهندسة المعمارية وأقدم القصور الضخمة التاريخية قصر غمدان مهدد بالانهيار مبنى عمره حضارة وأسواره تاريخ على حفة الانهيار نتيجة الإهمال الذي تعرض له في سنوات حرب ميليشيا الكهف وأتباع الإمامة إضافة إلى الأحوال الجوية والأمطار التي أدت إلى سقوط عشرات الأحجار منه قصر غمدان سكنه ملوك اليمن أشهرهم الملك سيف بن ذيزن القصر يتكون من عشرين طابقا علو الطابق الواحد لا يقل عن عشرة أقدام قصر غمدان يعد أحد عجائب بلاد العرب ومعلما تاريخيا مهما متصلا بعصور قديمة النقوش التي تزين أرجاءه تؤكد أن القصر يعود إلى عهد الملك السبائي شعرم أوتر ملك سباء وذيريدان عام 220 ميلادية القصر عبارة عن مدينة متكاملة تمتد مساحته من شرق الجامع الكبير بالمدينة العتيقة إلى حد مسجد الحميد فضلا عن أسراره وأسواره وسراديبه وقلائه الضاربة والمتجذرة عمقا في التاريخ زمن الكهنوت قتل كل مظاهر الحياة بمختلف جوانبها في مناطق سيطرته وفي مقدمتها قصر غمدان الذي أصبح عرضة للتخريب والعبث بدءا بتحويل الحوثيين جزءا كبيرا منه إلى معسكر وأجزاء منه إلى سجون للمختطفين والمخفيين قصرا علاوة على إيقاف المخابز والأفران الخيرية بداخله والتي كانت تمد آلف الأسر الفقيرة والمحتاجة في صنعاء بالخبز والرغيف المعروف بالكدم المهتمون بالآثار طالبوا منظمة الأمم المتحدة اليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني بتحميل الميليشيا مسؤولية تنهيار القصر الذي يمثل رمزا تاريخيا أثريا لمدينة صنعاء وتاريخها العتير في إطار دعم وتشجيع منتج الحرف اليدوية افتتح معرض التراث والحرف اليدوية في القاهرة الذي تنظمه محافظة الجيزة والسفارة اليمنية ومجلس الأعمال اليمني يشارك فيه العديد من البلدان إلى جانب مصر واليمن لعرض المنتجات اليدوية والتراثية الحرف اليدوية التي ظلت عمرة لأزمان عديدة هي في صراع محتدمين اليوم مع الآلة الحديثة التي تكاد تقضي على المشغولات اليدوية لكن هناك رونقا خاصا بها لا تجدي نفعا الآلة في منافستها به فهي إن صنعت صنعت بحب وإذا حيكت تحاك برفق ولي فتثير روحا لهذه المصنوعات اليدوية تواجد عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية وأيضا المهتمين من مشاريع الصغيرة ووضاية الحرف اليدوية والتراثية الذين يقوموا على إعالتهم أو تحسين وضعهم المعيشي من خلال هذا هذا المعرض يقام بالشراكة مع محافظة الجيزة لزيادة دخل مثل هذه الأسر لتحسين وضعها المعيشي لأيضا تفتح آفاق التدريب والتأهيل والعرض مع هذه المحافظات المصرية أو مع أيضا التولى الأخرى تخصيص مساحة لهذه المنتجات ودعم المنتجيها خطوة جديرة بالاهتمام والتشجيع وهنا أتى الفنانون عن الحرفيون من كل حدف وصوب لعرض تحافهم وإبداعاتهم مشددين على استمرار إقامة هذه البازارات والمعارض التي تهتم بحرف اليدوية الثراثية حاجة حلوة نحن نتعرف على ثقافات بعض ونتعلم من بعض الأشياء قديمة طبعا المعرض جدا حلو التنسيق جدا حلو مكان جدا هادي وراقي أتمنى أن المعرض هذه تستمر يعني هذه الرسالتين لكل المسؤولين المسؤولين داخل اليمن وخارق اليمن ولأن الحرف اليدوية فنا قديما مرتبطا بالفنون التراثية الأخرى فقد صاحب هذا المعرض بعضا من الفنون التراثية الأخرى للبلدان المشاركة وهي كثيرة وغانية بالتنوع والجمال معرض دولي تراثي للحرف اليدوية تماجدت فيه الثقافة اليمنية والمصرية بالعديد من الثقافات الأخرى لفجع عنه ما لا تستطيع تفيته العين فنا وجمالا وإقبالا واسعا من الزور نشام عبد الباري اليمن اليوم القاهرة في تعز انتشار لافت للكلاب الضالة والمسعورة في ظاهرة تثير مخاوف المواطنين من خلال أثرها على صحة وسلامة المجتمع في ظل خلو مكاتب الصحة من اللقاح وصمت الجهات الرسمية بشكل كبير على وقع نباح الكلاب تصبح غالبية أحياء المدينة وتمسي بعدما كان سكانها يستفيقون على وقع صياح الديك الذي يبشر بإشراقة شمس نهار جميل وكأن المدينة قد تجاوزت كل الأخطار ولا ينقصها إلا الكلاب الضالة لنا عدة سنوات ونحن نتحدث هذه الظاهرة لظاهرة الكلاب المسعورة والكلاب الضالة المتشرة في شورع المدينة وحارتها طبعا قبل عدة أشهر قبل سابع يمكن تقريب ثلاثة أو أربع سابع تم يسعب أحد هذه الحالات أحد المعطلين ويسمى عبد الضالريمي وهو باعم تقول تعرض لحظة أحد هذه الكلاب المسعورة مما أدى إلى وفاته بعد عدة سابع لأنه لم يجد المصر أول الحقنة التي تنهي هذه الحالة ولأن تعز تخل من مركز متخصص يقدم الخدمة الطبية للمصابين بداية الكلب فقد اعتاد العشرات من من يتعرضون لعظة الكلاب التوجه إلى المستشفى اليمنية السويدي لأخذ الحقن التي لا تتوفر إلا بعداد قليلة نحن في المستشفى اليمنية السويدي نستقبل يوميا العشرات من حالات العظة الكلاب هذا ضغط علينا الموجود لدينا من المخسون قليل جدا وممكن أن نتهيب أي وقت المريض يحتاج إلى رعاية والرعاية إذا لم يلاقي المصل الكافي واللقاح الكافي يمكن أن يتعرض للموت لابد أن نوقف وقفه جدا للقضاء للكلاب الضالة وهذا الحل الرقم واحد المفرض الذي نتبعه مواطنون عبروا عن استيائهم الكبير جرى التكاثر المخيف للكلاب الضالة التي أصبحت تتجول في الأحياء وتفترش أرصفة الطرقات وأسطح السيارات في ظل غياب إنارة الكهرباء وانتشار المخلفات في الشوارع وزيادة صمت السلطة المحلية على طبعا أحد ضحايا عضت الكلاب في حارة واحدة يعني الكلبة هذه عضت حدود عشرة فهنا غياب لدورة السلطة المحلية وعدم التكافل وعمل حل لهذا الانتشار وهذه الظاهرة لانتشار الكلاب في محافظة تعيز نناشد مكتب السلطة المحلية وعقال الحارات حتى في عمل مبادرات محلية يعني يبدأوا من عقال الحارات ثم دورة المكتب السلطة المحلية بهذا الخصوص يبقى المواطن في حالة ترقب وحذر شديدين من مخاطر الكلاب التي تنتشر في شوارع وأحياء المدينة إلى حين اتخاذ قرار رسمي يزيل أسباب تكاثرها لقناة اليمن اليوم عواد الوهباني تعيز إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من المدار أن نلقاكم على خير الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر